أشياء كثيرة في حياتنا يجب أن نحفظها بعيداً عن متناول أطفالنا مثل المنظفات النظافة أكيد شيء مهم لكن وضع المنظف في مكان سهل على الطفل يوصله هذا يشكل خطر على حياته طيب، عندك فكرة عن مدى خطورة المنظفات اللي نستخدمها في عملية التنظيف؟ تدري أنه فيه إحصائية صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض CDC كشفت عن أكثر من ألف وثمن حالات تسمم؟ بسبب المنظفات ومعظمها من الأطفال؟ ورح ننصدم لو عرفنا أنه هالإحصائية خلال شهر واحد فقط فاللي علينا أنه نكون على انتباه عالي بأخطار منتجات التطهير والتنظيف عشان كذا مهم أنه ناخذ بالاعتبار كل سبل الوقاية اللي منها اختيار المنتج اللي حقق هدفنا بجودة عالية وأخطار أقل نتأكد من إغلاق المنتج بشكل جيد ونتعرف على التحذيرات المكتوبة على المنتجات وكيفية عمل الإسعافات الأولية عند التعرض لها لسامح الله وما ننسى أهمية قراءة المعلومات المكتوبة على الغلاف وطريقة استخدامها وتخزينها وعند استخدام هذه المواد داخل البيت برضو ما ننسى توفير أدوات السلامة مثل استخدام قفزات اليدين وضع الكمامات المناسبة عند استخدام مواد كيميائية متطايرة وأكيد التهوية مهمة جدا للمكان بالإضافة إلى التأكد من إغلاق المنتج وتخزينه في مكان آمن وبعيد عن أطفالنا وبكذا يكون بيتنا نظيف روعة وتبقى ابتسامة أولادنا ونقضي معاهم أجمل اللحظات مع تحيات الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس والجودة